اشتركوا في القناة محمد شريف رياح الزمالك فضل يبدأ بص في تقريب سعودي طلع من ساعة صحيفة اليوم السعودية اكدت ان محمد شريف على ردار البيع في النادي السعودي ماشي وان هو بيبحثوا على عفض له شريف عشان يتبيع حلو معلومة اللي معايا ان شريف عنده عفض داخل الدور المصفي من نادي برامتس ده عفض مغري جدا لللاعب عشان يكون موجود الموسم جاء برامتس رغبة اللاعب ان هو يكمل فيه الدور السعودي او يستكمل تجربته فيه الدور السعودي وعنده بعض العروض من ان ديت الوسط او ان ديت الموخرة فيه الدور السعودي بالاضافة طبعا الى النادي الاهلي النادي الاهلي القصة كلها ان لجنة التخطيط عودت على مرسل كورلاف عودة محمد شريف في الانتقالات الصيفية مرسل كورلاف طلب زي ما انت قلت في الانترو ناردة مزيد من الوقت عشان يحسم قصته خاصة ان هو عنده اكتر من لعيب متاح بالنسبة له في تدعيم الخط الهكومي شريف عنده رغبة في استكمال رحلته الخارجية ولكن في حالة لو النادي الاهلي مش هيرجع محمد شريف في الموسم الجاي وارد جدا محمد شريف يبدأ يفكر في عرض برامد لو العروض السعودي مش قوية بالنسبة له الزمالك او عرض الزمالك استكمالا لكلام عمر الزمالك دخل في مفاوضات مع محمد شريف قبل كده كريم وتوقفت بسبب رغبة اللاعب في ان هو مش عايز ينتقل للزمالك وشايف ان هو ايه لا لسه مكانه محفوظ في النادي الاهلي الوضع اتغير النهاردة لان المصادر المقربة لمحمد شريف وصلت لإدارة الزمالك ان اللاعب لو ما اتجهش للموافقة على عرض برامد فبالنسبة له هو منفتح دلوقتي على الانتقال للزمالك لان موقف مارسل كولر معه وفقا لمصادر المقربة من اللاعب مش واضح حتى الان لسه الاهلي بيفكر يعني محمد كوناتيه ولسه فيه اكتر من خيار تاني في المركز الهجوم وبالتالي عدم وضوح النادي الاهلي معاى خلى اللاعب منفتح على زمالك الزمالك عرض على جزيه جومز بالفعل محمد شريف عن طريق فيديوهات والمدرب مرحب والزمالك كل دارة الزمالك مرحبة بالتعاقد مع المحمد شريف لو ما انتقلش لبيرامدز اعتبره في الزمالك عظيمة عندنا معلومة في القصة دي عشان اكمل على كلام مهاب لو قداموا عفضين بين الزمالك و بيرامدز محمد شوي هيختلف بيرامدز بالزبط هيختلف بيرامدز هنالذب؟ يعني هو الأولوياء بالنسبة له أهلي بالضبط لو ما فيش أهلي بأبرامنت قبل الزمال ولو ما فيش أهلي وما فيش بأبرامنت يبقى أنا حكمل بره لنشيرو أحيز زمالك أصلا لا ما هو محمد عنده غبرة تماماً هو إيم أهلي إيم إيم إلا وإدناء قفلت أو بأبرامنت الزمالك هو قفل لأنه بعضه محمد من نوعية بفضل ومفتبط شوية بالنادي الأهل وجمالي لو أداني قفلت بره وقفلت أهلي وبرامنت لا ما خلاهي يبقى نعطف البيت بقى خاصة ليس قفل زمالك؟ لا يعني يقفل بقى نعطف البيت بقى نعطف الزمالك؟ مش فكر يقفل بقى نعطف البيت بسيقى قصة كلها هو مش حابب قصة أنه ينتقل للزمالك كلام ده من شريف نفسه أنا بقول لك اللعب لو ما اتجهش الموافقة لعرض برامنت منفتح على الانتقال للزمالك وفي مفاوضات جدة دلوقتي تحديدا من كابتن أحمد سليمان مع اللعب بشكل مباشر فأعتقد أن الأمور لسه فيها كلام كتير ده فيما يخص محمد شريف